أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا بترقية أربعة آلاف ومئة وستة عشر من الضباط وضباط الصف والأفراد في شرطة دبي إذ شمل القرار تعديل وضع مئة وثمانية وأربعين وترقية وتقاعد ستة وتقاعد تسعة من العسكريين فيها وتقدم سعادة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بأسماء آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذا القرار الذي يعكس مدى العناية التي يوليها سموه لجهاز الشرطة وجميع العاملين فيه وتقدير سموه للدور الوطني المهم الذي يقومون به في مجال تدعيم ركائز المنظومة الأمرية